أهلا بكم مجادداً قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا مارتين كوبلر إن دعم حكومة الوفاق الليبية يتهاوى حيث تكافح حكومة الوفاق الوطني من أجل بسط سلطتها على البلاد التي تمزقها الخصومات السياسية والمسلحة مما يفرض تحديات إضافية عليها في وقت تحاول فيه الحاقة الهزيمة بتنظيم داعش للمزيد ينضم إلينا في السوديو المحالة للسياسية الدكتور عبد الرحيم منار أسلمي مسار خير أستاذين أهلا وسهلا سيد الله بداية المهي قراءتكم لآخر التطورات الحاصلة في ليبيا على ضوء الضربات الأمريكية وتأييد حكومة السراج لتلك الضربات وأيضا معارضة مجلس النواب وحكومة طبرق لتلك الضربات مجموعة من التناقضات بدأت تبرز خلال الأسابيع الماضية أول هذه التناقضات وهو الخلاف الجاري حول الضربات الأمريكية ما بين حكومة السراج وحكومة طبرق ومجلس النواب مجلس النواب وحكومة طبرق أصدر بلاغ يعتبرون فيه بأن هذا التدخل بأنه مس بالسيادة الليبية وأن الطرف الذي كان يجب أن يعطي الموافقة ويستشار وهو مجلس النواب السراج يعتبر بأنه طلب هذا الدعم الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن استجابت للدعم وأن المسألة تدخل في إطار الأمن القومي الأمريكي محاربة الإرهاب التناقض الثاني وهو الإشارات التي بدأت تخرج وتقول بأن حكومة السراج هي تعيش مجموعة من المشاكل وهي مشاكل اقتصادية أولا واجتماعية هناك العديد من المطالب داخل المجتمع الليبي وأتحدث بالخصوص في طرابلوس بدأت بعض الاحتجاجات الحكومة حسب مجموعة من القيادات الليبية ومنها تصريح لكان لمحمود جبريل في اليومين الماضيين يقول بأن السراج هو عاد إلى طرابلوس ولم يفرض الشروط التي كان يجب أن يفرضها على القوى الغربية ومنها أن يكون هناك جيش لهذه الحكومة وأن يكون هناك دعم اقتصادي ودعم سياسي بمعنى أن كل شيء هو يتهوى أكثر من ذلك أن هناك صراع اليوم إذا كانت كل أنظار هي متجهة إلى سيرت بدأت تطرح بعض التساؤلات لماذا سيرت وحدها هل الجماعات الإرهابية هي موجودة فقط في سيرت أم أنها موجودة في درنا موجودة في بنغازي مثلا هناك بعض صراحات التي خرجت من طرف المفتي الغرياني وهو مفتي سابق ليبيا هي تدعم الحركات مثلا الموجودة الحركات الإرهابية الموجودة في بنغازي وفي درنا ضد مجلس النواب وضد حفتر في وقت هناك نوع من السكوت حول هذه الضربات في سيرت إذن مجموعة من التناقضات أكثر من ذلك أن الصراع هو يجري في منطقة جغرافية محدودة عليها الأضواء ولا أحد يعرف مثلا ماذا يجري في الجنوب الليبي مثلا في جبل النفوسة في جبل بنغنيمة كل هذه منطقة الكفرة لا أحد يعرف ماذا يجري إذن هناك اليوم تدخل دولي هناك وجود القوات البريطانية وجود القوات الفرنسية التي تم قولها مثلا من طرف البعض وتم انتقادها من طرف الثاني مثلا من طرف حكومة السراج مقابل من يقبل أمريكيين ومن يقبل بالفرنسيين ثم هناك أيضا الوجود البريطاني مجموعة من التناقضة بدأت تظهر أكثر من ذلك تقارير تشير على أن انتقالات تجري اليوم إقليميا الأزمة تنتقل من سوريا والعراق نحو ليبيا بمعنى أن أقوى تنظيم بالنسبة لداعش خارج سوريا والعراق موجود لينفق الأراضي الليبيا سأتحدث عن هذا الجانب دعني أركز على مسألة التصريحات الغربية التي ذكرتها والتي تشير إلى أن حكومة السراج باتت الآن في خطر وبالتالي فالحل يكمن في الاستعانة بالتدخل الغربي ومن هنا تأتي الضربات الأمريكية والفرنسية أيضا التدخل الغربي هو يطرح إشكال على المستوى القانوني بدأ هذا النقاش حتى بين القوى الكبرى المتناقضة ما بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية الأمريكيون يعتبرون بأنهم يحاربون الإرهاب ويعتبرون بأن ليبيا هي موجودة ضمن الفصل السابع بمعنى أنهم يمكنوا أن يتدخلوا في أي وقت وسبق أن قامت الولايات المتحدة الأمريكية بعمليات تم السكوت عليها مثلا ضربات في سبراطا وضربات في أجدبيا هناك دول أخرى هي تعارض هذه العملية للتدخل هناك دول تحس بالخطر مثلا على مستوى الشواطئ أتحدث عن الدول الأوروبية ولكن اليوم هناك تدخل غربي ومن لما توقع الآن أن نشهد نفس الوضع الذي عاشته مثلا مناطق توتر أتحدث عن أفغانستان وعن سوريا وعن العراق لما وقع هناك تدخل لأنه الكل يعرف في النظام الدولي الحالي تطورات لما يكون هناك تدخل يصبح معه هناك تجمع لما يسمى بالحركات الإرهابية وحتى الميليشيات المسلحة الكل يتجمع ولكن اليوم هناك صراع دولي على ليبيا صراع أولا ما بين القوى الكبرى أتحدث هنا على الولايات المتحدة الأمريكية أوروبا وأيضا روسيا هناك صراع إقليمي داخل العالم العربي ما بين مثلا على مستوى الخليج ما بين قطر من جهة وما بين الإمارات ومصر من جهة أخرى صراع إقليمي أيضا على مستوى دول جوار ما بين الجزائر التي تصربت بعد المعلومات تقول بأنها دعمت حكومة السراج لأهداف معينة ومصر التي تدعم حفتر إذن الصراع هو متشابك ثم هناك صراع داخل أيضا داخل ليبيا ما بين الميليشيات التي تملك الأرض بمعنى أن السراج لا يملك شيء الميليشيات تملك الأرض وتتحالف مع الجماعات الإرهابية والميليشيات هي تخاف من دولة بمعنى أنه ليس هناك اليوم دولة هناك دولة فاشلة دولة منهارة والميليشيات هي يخدمه هذا الوضع بالتركيز على تطورات المعركة المعركة مع داعش في سرط ماذا يعني أمنيا خروج داعش من سرط وهل يعني ذلك ربما انتشاره في دول جوار دعني أولا أضع مسألة داعش في سياق ما يجري على المستوى الدولي بعض التقارير الغربية التي تقول بأن هناك داعش بمعنى أنه لا زال ورقة يمكن توظيفها استراتيجيا أتحدث هنا عن التقارير الذي صدر عن مركز بيجين السادات الذي أشار إلى الأمريكيين بالخصوص في شكل مثلا توصية بأن داعش لا يجب القضاء عليها نهائيا يجب إضعافها لأن الورقة استراتيجيا لا زالت تخدم مجموعة من المصالح ولما نحلل يتخدم مصالح مجموعة من الدول الكبرى المتصارعة إقليميا التركيز على ليبيا ليبيا باتت هي يمكن أن نقول بأنها الملعب الثالث هي اليوم الملعب الثالث بعد سوريا والعراق هناك عملية انتقالات مجموعة من القيادات الداعشية ومجموعة من المقاتل الإرهابي الأجانب خاصة الذين ينتمون إلى المنطقة المغاربية عادوا إلى ليبيا والكل يعرف أن ليبيا كانت قاعدة خلفية لهذه التنظيمات هناك كانت مراكز للتدريب ومنها توجهوا إلى سوريا اليوم يعودون إلى هذه المنطقة التركيز على سيرت بمعنى التركيز على سيرت وهناك معلومات تقول بأنه لحد الآن المعركة لم تنتصر فيها القوات الليبيا تحدث عن القوات التي هي داعمة لحكومة السراج لم تنتصر هناك المعركة لازالة طويلة وهناك صعوبات بمعنى هناك صعوبات حول هذه المعركة ولكن المعلومات تشير بأن التنظيم انتشر التنظيم انتشر التنظيم موجود في درنا موجود في بنغازي انتشر في الجنوب ومن المتوقع اليوم بدأت بعض المعلومات تشير من التقرير الأمم الذي كان قد صدر منذ أسابيع يقول بأن هذا الانتشار هو يدفع إلى تحالفات ما بين بقايا القاعدة ويشير هنا إلى تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي وإلى التنظيمات التي تفرت عنها مختار بالمختار وغيره وبعد يجب أن هذا الشتت هو يجتمع تحالف جديد ثم عملية الخط الذي يمتد من سيناء يمتد إلى المنطقة العازلة بين المغرب وموريطانيا مرورا عبر الأراضي الليبية وعبر الجنوب الجزائري وشام المال يسل إلى المرحلات ومشارط آخر وهو يمتد إلى عمق الإفريقي يمتد إلى جماعة بوكوحرام التي تحاول أن تصل ووصلت إلى تشاد وإلى النجر وهناك معلومات تقول بأن خطوط التواصل هي باتت موجودة أكثر من ذلك انتشار داعش هناك معلومات تقول بأن مشكل الهجرة الذي هو مطروح بحدة أن العديد من الداعشيين يتم تهجيرهم عبر التهريب نحو أوروبا وهناك من يشرح اليوم يقول بأن بعض الضربات التي عرفتها أوروبا قد تكون أعدت فوق الأراضي الليبية إذن تحليل اليوم لتنظيم داعش لا يجب أن نحلل انطلاقا بأن هناك توجهة تأتي من الأراضي السورية والعراقية ولكن باتت تأتي من ليبيا نوصل التحليل من هذه النقطة كيف يمكن تفسير التقارير الغربية والدولية التي تشير إلى أن الداعشيين في ليبيا أغلبهم من المنطقة المغاربية وعاشوا وكتسبوا خبرة في الأراضي السورية العراقية وأن جميع المشاريع الإرهابية لضرب المنطقة هي تبدأ لضرب الجوار الليبي وأوروبا كذلك تبدأ أو يتم التخطيط لها من الأراضي الليبية التفسير يجب أن نعود أولا قبل أن تنطلق الأزمة الليبية كان هناك انهيار لنظام القدفي وقع هناك نوع من الفراغ الكل يعرف بأنه ليبيا في المرحلة نظمت انتخابات وكانت هذه الانتخابات تقريبا لم تقع فيها مواجهات ولكن في هذه المرحلة كانت ليبيا بمعنى يتم فيها إعداد ما يسمى بمراكز تدريب التي منها يتم تجميع العديد من المقاتل الأرهاب الأجانب وتوجيم عبر الأراضي التركية نحو الدخول إلى سوريا بل أكثر من ذلك المعلومات تقول بأن عبد الحاكم بالحاج زعيم الجماعة الليبية المقاتلة والذي هو لازال اليوم يحرك هذه مجموعة من الميليشيات عبد الحاكم بالحاج كان يتم إعداده لكي يقوم بنفس العمل الذي قام به هو نفسه مع القدفي يقوم به ضد بشار الأسد بمعنى انطلاقا من الأراضي التركية ولكن هذه العملية تم التراجع عنها إذن الوضع كان قبل أن يتم هذا الانهيار هذه الأزمة كانت هناك مراكز التدريب اليوم هؤلاء بمعنى كل هذه الأعداد هي تعود إلى الأراضي الليبية والخطر وهو أن يكون نفس النظرية التي طبقت فوق الأراضي السورية نظرية معروفة نظرية بريطانية نظرية عش الدبابير جمع كل مقاتل الإرهابيين في ملعب واحد ويتقاتلون أن تكون نفس العملية تجريليهم فوق الأراضي الليبية لأنه نفس الوضع الذي هو موجود في سوريا مثلا ما نتحدث عن جبهة النصرة التي تحولت اليوم وأنها انصهرت وقامت بقطيع مع القاعدة بقايا مثلا بهذا الشكل هي لازالت موجودة مثلا هي ما يسمى بمجلس شورى المجاهدي ذرنا أو مجاهدي بنغازي وتنظيم داعش معنى نفس الوضع هو اليوم موجود ونفهم من كلامك أن ليبيا الآن هي أخطر من سوريا والعراق تجمع كل سيناريوات ليبيا اليوم تجمع السيناريو السوري والسيناريو العراقي السيناريو العراقي وهو معلومات تقول بأن بقايا القدافي قبيلة القددفة وقبائل أخرى التي كانت هي لها علاقة بالقدافي وكانت موجودة مثلا في سيرت وغيرها هي قامت بتحالفات مع داعش ولأن أغلب الداعشيين هم إما ليبيين أو تونسيين وكأرقام تشير بأنه أزيد من 5 ألف تونسي موجودة فوق الأراضي الليبية إذن هذا النوع من التحالف هو يشبيه بالتحالف الذي وقع في العراق ما بين بعد أن تم حل حزب البعث ووقع هذا التحالف المسألة الثانية المشهد السوري بمعنى المشهد السوري الجماعات التي كانت تابعة للقاعدة والجماعات التي كانت تابعة لداعش والصراع الذي وقع بينهما موجود نفس الشيء مثلا الحركات الموجودة الإرهابية الموجودة في الشرق هي لها علاقة بتنظيم القاعدة وإن كانت بمسميات أخرى وهناك تنظيم داعش إذن نفس الوضع مسألة القبلية موجودة أيضا مسألة التهريب أيضا موجود النفط هو موجود أخطر من ذلك أن الوضع قد يكون أعقد لماذا؟ لأن الموارد البشرية بين مزدوجتين المقاتلة موجودة هناك أعداد كبيرة من الأفارقة وحتى الليبيين مثلا التقارير تقول بأن نتيجة المسألة التي تحدثنا عنها في البداية وهي الأوضاع الاقتصادية الصعبة وهنا أوضح بأنه اليوم مثلا إلى حدود نهاية الشهر الماضي فقط ليبيا هي تصدر حوالي 250 ألف برميل وهو غير كافي بل أن هناك اليوم شركة استثمارية أمريكية في مجال النفط هي لا تتق وتعتبر بأن قد نصل إلى مرحلة ولن يكون هناك تصدير وفسخة العديد من العقود إذن مدى وقع؟ الأوضاع الاقتصادية دفعت العديد من الليبيين إلى الاندماج إما في إطار ميليشيات أو جماعات إرهابية لماذا؟ لأنه لما يجد شخص مثلا أنه يصبح مثلا راتبه الشهري حسب بعض تقارير 2000 دولار أو 3000 دولار ويحمل كلاشينكوف مثلا أو جهاز رشاش مثلا على كتفه يصبح له وضع داخل هذا المشهد لأنه كما قلت الذي مثلا اليوم له مصلحة مشتركة مع الجماعات الإرهابية وهي الميليشيات وهناك أرقام كبيرة حول عدد الميليشيات التي تحكم على الأرض ولم تدخل إلى ما يسمى بحوارات مع الأطراف لأن الأطراف التي يبدو بأنها أطراف سياسية هي رغم أنها مظهريا يبدو بأنها تحكم ولكن الذي يحكم في الميدان وهو هذه الجماعات وحتى الجيش الذي يحارب اليوم مثلا مع سراج هو ما يسمى بفجر ليبيا ولا زال حولها نقاش وهناك منها من مصنف جماعات مصنفة ضمن الجماعات الإرهابية على مستوى تصنيف الأمم المتحدة في ذل هذه الصورة الخطيرة التي تصورها لنا عن خصوصا وضع الأمن في ليبيا هذي يجعلنا أن نتساءل عن درجة الاستعداد الأمني لدول الجوار دول الجوار رفعت من درجة الاستعداد الأمني حسب سقف مثلا متفاوت هناك دولة تعتبر نفسها بأنها في المواجهة أتحدث عن تونس خاصة منذ ضربة بن جردان لأن ضربة بن جردان قرئت من طرف العديد من تقارير الأمنية بأنها كانت محاولة لإيجاد موطئ قدم فوق الأراضي التونسية إمارة وهناك مثلا من حاول أن يشرعن لهذه العملية بمقولة هي لأبو مصعب الزرقاوي كان يقول بأنه بن جردان هي مثل الفلوجة بمعنى في العراق إذن قرئت من طرف التونسيين وباتت هناك عملية مراقبة وعملية قتال مستمر مع محاولة التسرب الأراضي التونسية ولكن الأمر صعب بالنسبة للجزائر هي أغلقت الحدود ولكن رغم ذلك مثلا منذ اكتشاف صواريخ التي يمكن أن تسقط طائرات مثلا وجدت هذه الصواريخ فوق الأراضي الجزائرية هناك استنفار ولكن لا أحد يعرف ماذا يجري في الجنوب الجزائري لأن الجنوب الجزائري وقعت في هذه العملية دي التحالف بين الجماعات الإرهابية وبين التهريب خاصة أن الشرايط صعب مراقبته مع شمال مالي شمال مالي موجود تنظيم القاعدة تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي من الأراضي الجزائرية نحو شمال مالي وهناك تنظيم مختار بالمختار الذي يلعب دور خطير لماذا؟ لأنه يمتد عبر الحدود من أجدبيا إلى تقريبا إلى المنطقة العزلة إذا دول جوار حدودها مهددة رفعت درجة استنفار وكانت هناك دعوة من طرف الأمم المتحدة إلى عملية قرار الأممي إلى عملية التعاون لهذا مثلا كان هناك اللقاء الأخير الذي جمع المسؤولين الأمني المغربية والمسؤولين الجزائري الذي كان حدث لأنه كانت هناك تقريبا غياب التعاون هذا اللقاء هو يندرج في إطار لأنه كان هناك ضغط حتى من طرف أمم المتحدة ومن طرف الدول الكبرى بأن الدول المغربية يجب أن تتعاون والمحيط فيه العديد من الدول الفاشلة أو المرشحة للفشل دهمنا الوقت أستاذ سليمي بشكل سريع يعني بالعودة إلى مسألة تدخل الدولي في ليبيا من الناحية الأمنية والاستراتيجية ما هي التغييرات التي قد يحدثها هذا التدخل التخوف وهنا تبدأ القراءة الاستراتيجية على هذا المستوى بشكل سريع أن يكون ما يقع في منطقة الشرق الأوسط هو يتحول نحو شمال إفريقيا الملعب القادم لما يجري على مستوى التوازنات الدولية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا وأوروبا خاصة جنوب أوروبا هنا سيكون الصراع على الاعتبار أن الولايات المتحدة الأمريكية التحول هو يمشي نحو أسيا وقد تكون المعركة على هذا المستوى التحول وهو المسألة تغيير الخرائط بمعنى قد تكون مثلا قد نتوقع إذا استمر الوضع في ليبيا أن تصبح ليبيا على الأقل ثلاث دول وكما قلت هناك العديد من الدول الفاشلة المحيطة بموجودة في منطقة الساحل والسحراء التي قد تنهار الفكرة واضحة أشكرك جزيلا شكرا أستاذي عبد الرحيم مانار سليمي المحالي للسياسي كنت ضيفا هذا المسأة الجزيلا إلى Việt Nam اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة شكرا